باتت الاضطرابات المستمرة في البحر الأحمر قضية يجري نقاشها في الكونغرس مع إعلان واشنطن عن عملية عسكرية ضد الحوثيين خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي نشرت تقريرا جديدا حول الأثار الاقتصادية لهجمات الحوثيين المتمركزة في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر 2023 الهجمات الحوثية أدت وفق التقرير إلى تعطيل الممر البحري الحيوي لسلاسل الإمداد العالمية تسببت باختناقات في قناة السويس ومضيق باب المندب أحد أكبر التحديات في العالم أدى ذلك إلى تفاقم التحديات المستمرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية ضد أوكرانيا والصراع والتوترات في الشرق الأوسط إضافة إلى تراجع الشحن عبر قناة بنما بسبب الجفاف وفي حين أن الأثار الاقتصادية العالمية لهجمات الحوثيين كانت محدودة حتى الآن تشير المعلومات الأولية لأبحاث الكونغرس إلى أنه لا تزال هناك احتمالات لمزيد من المخاطر والتحديات على المدى القريب لاقتصادات أوروبا والشرق الأوسط والقرن الإفريقي كما يمكن أن تساهم الهجمات الحوثية على زيادة الضغوط التضخمية العالمية ويشكل عبءا على الاقتصاد في نهاية المطاف سوف يعتمد التأثير الإجمالي للأزمة على مدتها ومدى احتواء تدعياتها وعلى استجابة جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومات والشركات الشحن والمنظمات الدولية يقدر بعض المحللين أنه إذا لم يتصعد الوضع الحالي إلى صراع أوسع فإن التأثيرات على المدى القريب للطرابات الشحن تنعكس في الأسعار الحالية للسلع ويتوقع العديد من المحللين أن يكون التأثير أكثر وضوحا في أوروبا والشرق الأوسط والقرن الإفريقي حيث تمر نحو أربع في المائة من التجارة بين آسيا وأوروبا تمر عادة عبر البحر الأحمر تمر عادة عبر البحر الأحمر